اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتاة وطفلان إضافة إلى أسرى سابقين وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عمليات الاعتقال لا توزعت على محافظات تلقرن والقلقلية وجنين وتباس وسلفيت وأريحة والقدس وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال عمليات الاعتقال يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم